اللي يفيد طفلة لسه في المراحل الأولى من التعليم لما اجيب لها الفوم ده بكل ألوانه والفوم الواحد على فكرة وصل 90 جنيه وانتوا قادرة مني اللي بنتي هتستفيده لما اجيب لها الأجلسير اللي أنا مش فاهمة هتستخدمه في ايه طفلة مفروضة انها لسه بتبتدي تتعلم تكتب هتستخدم الأجلسير في ايه هتستخدم الجلدات التو ايه في ايه والفور ايه في ايه هتستخدمها في ايه هتستخدم الخرامة في ايه هتستخدم السلصال في ايه علب الألوان اللي أنا مش فاهمة برضو يعني ايه من طفلة يطلب ألوان شمع وألوان في المسطر وألوان خشب ومركات غالية جدا ومركات بعينها طب انتوا بتحددولي الماركة ليه طب افرد انا مقدارتي اروح اجيب الماركة 20-30 جنيه ليه تفردوا علي ان انا اروح اجيب الماركة 200 جنيه ولو انا جبت طبعا الماركة القليلة فيبقى ممكن زميله جايب الماركة الغالية فابني يتعلم عدم الرضا وهو ده على فكرة اللي ولادنا بقوا عايشين بيه ولادنا ما بقواش راضين ولادنا ما بقواش راضين هيرتوا ازاي هم طول الوقت بيبصوا البعض وإحنا حتى بقنا نستخدم الكلمة دي عشان ابني ما يبقاش أقل من حد إحنا اللي صدرنا لهم الفكرة بقى إحنا عمل لهم مدخل يدخلولنا منه ويقولولنا اه إحنا مش أحسن ماينفعش زميل يبقى عنده وأنا ما عنديش أنا عايز اللانش بوكس اللي عاملة كده أنا عايز البوطل اللي عاملة فيه ايه فيه ايه فيه ايام اللانش كيس اللي كنا بناخده وفيه صندوطشين ومفيش أي مشاكل ما كانت عندنا مشاكل نفسية إحنا ما كان إحنا كنا جيل ما عندوش مشاكل نفسية إحنا والأجيال اللي قبلنا كنا ناس عادية وكنا ناس بسيطة إيه اللي جرى انا النهاردة على فكرة مش ياخد الموضوع بهزار لما الموضوع يوصل لان فيه بيتها يتخرب وستة تسرق جزها ويتحلف عليها بالطلاق واليمين ممكن يكون وقع يبقى الموضوع مش هزار الموضوع بقى جد الموضوع مش هنعمله شوية سكيتشات على الفيسبوك ونقض نضحك عليها وتبقى واحدة شايلة اللي انشبق السبليز على رأسها وجربناها وتقول له مبروك يا حبيبي اكنها جهزته واللي يقول لك انه ناقصة بيها كلتي عشان اجيب له السبليز واللي تدخل جمعية عشان تجيب السبليز ليه ليه بيحصل فينا كده انا بجد عايزة فهم يعني ايه الطفل يطلب منه دي طول ومناديل معقمة ومناديل مبللة ومناديل ورقية برضو انا مش فهمة ليه ده احنا في بيوتنا في بيوتنا وولادنا عايشين معانا واللي مفيش حد هيخاف عليهم قدنا مجنعملش كل ده مبنجيب لهمش جل تعقيم ومبنجيب لهمش مناديل مبللة طب المدرسة بقى اللي بتبقى واخدى مبلغ وقدره وطبعا كلنا عارفين قوي المبالغ اللي بتطلب المبالغ اللي ما بقيتش طبيعية المبالغ اللي يوم بقولنا مدخل ابني مدرسة متوسطة دلوقتي بقى بعديل 35 ألف جنيه طيب المدرسة دي مش قادرين حضراتكم تجيبوا من الفلوس دي المناديل والمبللة والهارد جيل والحاجات والصابون والديتول مش قادرين صعبة صح مبلغ وقدره هتتكلفه وانا عايز افهم برضو انا برضو عمال افكر انتو بتفهموني ان كل طفل ما عايز يدخل الباسروم او يدخل الطايلت هتفتحه صندوق بتاعه تخدوله المناديل وتخدوله الديتول وتخدوله كل الحاجات بتاعته تقول له خد يا حبيبي تفضل هو دخلي استحمى هو جاي اخد شاور عندكم ده طفل ده طفل كم الالوان اللي هو بتطلبوها منه هو ديفانشي يعني هتلع رسام عالمي طب افرد ولد او طفلة او طفلة مش موهوب في الرسمة اصلا هو مش موهوب مفروض ما طلوب منه انه يجيب تكمل الالوان دي عشان انت مش موهوب يا حبيبي بس انت لازم تجيبها افرد موهوب في حاجة تانية طب مش اولى تشوفوا كل الطفل موهوب في ايه فتطلبوا الحاجات اللي ليه علاقة بموهبته مش ده الاولى نفضل نجيب في حاجات غريبة ونقول يمكن عشان ولدنا يبقوا كده كرياتف ويبدعوا ويبتكروا ويقصوا ويعملوا بس الطوق اطلبوا برحمة راعوا الاهالي راعوا ظروفهم راع ان كل اب وامه ممكن ما يبقاش عنده طفل يبقى عنده على اقل اتنين او تلاتة هيجيب منين ويعمل ايه لاما الولد يطلع مؤقت نفسيا عشان زميله كان احسن منه حتى ده دايما بقول اللانش بوكس يا جماعة اللي انتو فرحانين بيها قوي راعوا ان مش كل الناس قادرة تحط فيه اللي انتو بتحطوه اللي بتودي بولدها بالبرجر والبني والجبن الكيري واللي مش عايز اقول اسامي بس طبعا في حاجات كتير انتو عارفينها في حاجات كتير طب انت اللي مش بتراعي انه ممكن يبقى عنده زميله جنبه جاي بسندوتش جبنة وعلى فكرة كده زميله مش وحش ولا اهله مقصرين هو الطبيعي ان انا اروح المدرسة بسندوتش جبنة زي ما كان اهالينا بيعملون لزمان الجبنة بالخيار اللطيفة سندوتش المربة والحلاوة دلوقتي الولد اللي جاي بسندوتش جبنة ياي الولد ده يعيني غلبان يعيني واهله غلابة اصله جاي بجبنة بقيت صب أو عيب لما طفل يجيب جبن فمفروض يجيب نعلي على بعض بقى النهارده برجر بكرة بنيه بكرة معرفش ايه واروح اجيب له فاكهة عاملة ازاي ليه بنعمل كده ليه صعبنا الحياة على نفسنا قوي كده